للأسبوع الثاني على التوالي تواصل القوات العراقية محاصرة منطقة البسيف جنوب الموصل بهدف اقتحامها واستعادتها من يد تنظيم داعش والتوجه بعدها إلى مطار المدينة للأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الجيش والرد السريع محاصرة منطقة البسيف جنوب مدينة الموصل استعدادا لاقتحامها واستعادتها من قبضة تنظيم داعش ومن ثم التوجه إلى مطار الموصل الذي يبعد ما يقرب من أربعة كيلومترات عنها وتستهدف القوات العسكرية عناصر التنظيم بعمليات قنص مستمرة تسفر عن مقتل العديد منهم نحن حاليا أربعة كيلومترات جنوب محافظة الموصل ومطوقين حاليا قرية البسيف وإن شاء الله خلال الساعات القليلة سوف يتم اقتحام هذه القرية ومن بعدها سوف يتم تحرير مطار الموصل خلال الأيام القادمة إن شاء الله وبدت آثار دماء عناصر التنظيم في داخل المنازل بعد مهاجمة القوات العسكرية أحد الأحياء في أطراف منطقة البسيف والسيطرة عليه بالكامل فيما تتهيأ القوات لفتح ممرات آمنة للسكان وإجلائهم من المنطقة قبل اقتحامها الحمد لله والشكر أن نحن طوقين منطقة البسيف التي تبعتها حوالي أربعة كيلومتر عن مطار الموصل مطار نينواء وخلال اليومين القادمين إن شاء الله نزف البشرة لكلها حالي العراق بالأخص عامة وحالي لينواء ويشهد المحور الشرقي من الموصل اشتباكات عنيفة بين جهاز مكافحة الإرهابي وتنظيم داعش الذي يستخدم الانتحاريين والقناصة لإيقاف تقدم القوات العسكرية التي تحاصر العديد من الأحياء السكنية استعداداً لاقتحامها لقناة الفلوجة نهض الزيدي